اخبار كتير وحقائق كتيرة جدا ومسيرة بتتكلم على رحيل مدافع النادي الاهلي محمد عبد المنعم خارج صفوف النادي الاهلي في الموسم الجديد هنتعرف على كل شيء بالتفاصيل في الحلقة دي ولكن في البداية ما تنساش افضل حاجة هنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهما صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام بالطبع هذه حقيقة مسيرة للاهتمام في الواقع هناك بعض الاخبار حول رحيل محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي عن الفريق في نهاية هذا الموسم ما فيش شك ان محمد عبد المنعم بيعد من افضل المدافعين في العالم ليس في افريقيا ولا العرب ولا مصر فقط محمد عبد المنعم يمتلك خبرات كبيرة جدا ويمتلك يعني كلام كتير جدا في هذا التوقيت فمحمد عبد المنعم رحيله عن النادي الاهلي هتبقى مشكلة كبيرة جدا للسويسري مارسل كولر في الموسم الجديد خصوصا ان النادي الاهلي داخل على 3-4 بطولات قوية جدا اولهم طبعا كأس العالم للاندية في الفين خمسة وعشرين وكمان دوري ابطال افريقيا النسخة الجديدة وكمان السوبر الافريقي الشهر القادم امام نادي الزمالك كمان السوبر المصري في الفايز بين الدوري والكاس هذا الموسم يعني داخل على بطولات ملحمية جبيرة جدا فرحيل محمد عبد المنعم عن النادي الاهلي في هذا التوقيت بيعد صدمة صدمة جبيرة جدا لكل جماهير النادي الاهلي ولكن انتوا زي ما انتم عارفين ان النادي الاهلي حيناقش كل العروض دي النادي الاهلي حيناقش رحيل محمد عبد المنعم وهيناقش كل حاجة تعالوا نتعرف على كل حاجة في هذا الفيديو يبدو انه مرتبط بفرصة للرحيل محمد عبد المنعم مرتبط بفرصة عن الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا للمصادر طبعا اللي منتشر على السوشيال ميديا كلها كمان لست محمد شابان اتكلم عن الموضوع ده لست معاطق عبد المعاطق ازاك اتكلم كمان الدكتور على اصادق اتكلم وفقا للمصادر يفكر عبد المنع في تجربة الاحتراف الخارجي وقد تم رصد عروض من اندية اوروبية وخليجية وعربية وعلى الرغم من اهميته كاحد افضل مدافع افريقيا يبدو ان النادي الاهلي تمام مرون في التفاوض يعني مارن في التفاوض حول رحيله سيكون من المسير متبع التطورات هذه القصة في الايام القليلة الماضية طيب ما هي الاندية التي ترغب في ضم مدافع النادي الاهلي ومدافع منتخب مصر محمد عبد المنع يبدو ان هناك صراعا شرسا بين عدة اندية اوروبية تتنافس لضم مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نادي نيس الفرنسي يدخل في مفاوضات مباشرة مع النادي الاهلي لضمه وهناك ايضا اهتمام من مواطنه موناكو الفرنسي وجلاطة صراي التركي وبولونيا الايطالي الحقيقة كده الحقيقة يعني يبدو ان عبد المنع يصير اهتمام كبير بعد تقلقه مع النادي الاهلي ومنتخب مصر سنراقب تطورات هذه القصة بشغف يبدو كده الحقيقة ان نادي نيس الفرنسي مش من الاندية القمة في فرنسا فاندية القاعة على فكرة نادي نيس بيصارع على الهبوط كمان نادي جلاطة صراي التركي نادي طبعا من الاندية المشهورة في تركيا نادي موناكو ايضا الفرنسي برضو نادي مش مشهور وبولونيا الايطالي انا شايف من وجهة نظري ان الاندية دي مش هي الاندية اللي من وجهة نظري محمد عبد المنعم بيحلم بيه انا اتمنى طبعا محمد عبد المنعم يجيله عرض احتراف ويمشي ويحترف ويجرب دحقه يعني القانوني لكن عبد المنعم انا اوافع على رحيله في حاجة واحدة لما يجيله ريال مادريد لما يجيله برشلونة اتليتكو مادريد بايرن ميونيك ليفوربول منشستر سيتي تشيلسي لان محمد عبد المنعم لا يقل لا يقل اهمية عن المدافعين اللي في هذه الاندية يبال افضل يبال افضل عشان بس تبقوا عالفين طيب كمان بالنسبة لموضوع محمد عبد المنعم هنتكلم معاكو فيه برضو محمد عبد المنعم طبعا من افضل اللعيبة ومن افضل المدافعين اللي موجودين تمام وفيه كلام طبعا منذ ساعة بيؤكد في موقع طبعا سبورت محمد عبد المنعم يودع لعيب الاهلي تعرف على تفاصيل الرحيل اقترب محمد عبد المنعم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من مغادرة القلع الحمراء خلال الايام القليلة المقبلة بعدما شهدت الساعات الماضية تطور كبير في مفاوضات نادي نيسي الفرنسي لضم اللاعب والوطن سبورت علم ان محمد عبد المنعم تواصل مع عدد من زملائه في الفريق وابلغهم باقترابه من الرحيل بنهاية الموسم بعد تلقيه عدة عروض ابرزها من نادي نيسي الفرنسي تفاصيل مفاوضات نيسي الفرنسي لضم محمد عبد المنعم قال المصدر داخل شركة الكرة في الاهلي ان محمد عبد المنعم سيعقد جلسة مع مسؤول الاهلي بالساعات المقبلة في حضور وكيل اعماله من اجل مناقشة العرض والاتفاق على صيغة الرحيل في الايام المقبلة لبدء تجهيز اوراق صفر اللاعب وقال كمان المصدر للوطن سبورت ان نادي نيسي الفرنسي قدم عرضا جديدا للاهلي لضم محمد عبد المنعم مقابل 3 ملايين دولار بجانب وضع بند في العقد يفيد بحصول الاهلي على نسبة 25% من اعادة بيع اللاعب مستقبلا محمد عبد المنعم طلب قبول عرض نيسي الفرنسي والموافقة على احترافه لتحقيق حلمه خاصة ان مسؤول الاهلي طلبوا الحصول على 5 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب تفاصيل عقد محمد عبد المنعم جديد بالذكر ان عقد محمد عبد المنعم سينتهي مع الاهلي بنهاية الموسم المقبل ويحق لللاعب التوقيع لاي نادي بشكل مجاني في شهر يناير المقبر اذا يستغل نادي نيسي تبقي موسم واحد فقط في عقد عبد المنعم للموافقة على العرض المقدم لضم اللاعب خاصة ان الاخير رفض تقديد عقده لتمسكه بحلم الاحتراف في الموسم الجاري محمد عبد المنعم بيمتلك عروض اخرى للرحيل عن النادي الاهلي على رأسها طبعا الدور السعودي بخلاف عرض نيس الفرنسي طيب محمد عبد المنعم يا جماعة انا من وجهة نظري حيبقى يعني خسارة خسارة كبيرة جدا للنادي الاهلي رحيل عبد محمد عبد المنعم وانا شايف ان محمد عبد المنعم وجوده في النادي الاهلي افضل له بكتير انا غير لنادي كبير يعني وجودك نادي نيس الفرنسي مش ده يعني من وجهة نظري مش ده قيمة محمد عبد المنعم ولا ده طموح محمد عبد المنعم عايز يحترفه خلاص يعني هو عايز يجرب رحلة الاحتراف وخلاص حلوة وحشة بقى مش هتفري معه كتير هو بيجرب رحلة الاحتراف وده طبعا غلط كبير جدا لان محمد عبد المنعم يمتلك امكانيات وقدرات كبيرة جدا فاتمنى من محمد عبد المنعم التفكير جيدا في هذا العرض لان هذا العرض من مسابة حياة او موت النادي الاهلي داخل على بطولة كبيرة جدا وهي كأس العالم للاندية من وجهة نظري ان محمد عبد المنعم تسويقه في هذه البطولة افضله بكتير من احترافه هذا العام خصوصا ان كأس العالم للاندية النسخة المقبلة هتكون نسخة كبيرة جدا وهيتم ايقاف جميع دوريات العالم فيها وهيكون زي كأس العالم للمنتخبات فالعالم كله هيشاهد محمد عبد المنعم واندية كبيرة جدا هتكون مشاركة زيارية المدريد وبرشلونة وبايرن ميونيك وليفربول ومنشستر سيتي ونادي يعني اندية كبيرة جدا هتشاهد محمد عبد المنعم فاتمنى ان محمد عبد المنعم يتحل الصبر ويفكر في العرض جيدا خصوصا ان الفترة الجاية في النادي الاهلي هتكون فترة افضل افضل في مسيرة محمد عبد المنعم بيقولنا من وجهة نظرك هل تتوقع رحيل محمد عبد المنعم خلال الاسابيع القليلة القادمة ولا لا مستنى رأيكم في التعليقات واتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبتكم ياريت تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مننا اشعار كل فيديو احنا بنزله بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة